فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا أما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح نعم فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون نعم الإحداث في الدين لا يجوز بحال من الأحوال لجميع الأمم الواجب في أمور الدين اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسل هذا هو الواجب وأما أن يحدث شيء من العبادات يتقرب به إلى الله والله لم يشرعه على ألسين غسله فهذا بدعة قد قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه فالمسلمون لا يجوز له من يحدث شيئا لم يشرعه الله فكيف يعملون في بدعة اليهود والنصارى يكون هذا أشد قال فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل ظاهرة القبح من ناحيتين من ناحية أنه بدعة ولا يجوز التقرب إلى الله بالبدعة ومن ناحية أن فيه تشبها باليهود والنصارى قال فهذا أصل وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الكلام فيما كان من خصائصهم وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكرهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها نعم كما ذكرنا أنه يجتمع في البدعة إذا كانت من ابتداء من قبلنا يجتمع فيها محذوران محذور الأول فعل البدعة والمحذور الثاني التشبه بالكفار فهذا محرم شديد التحريم من الناحيتين هذا قال رحمه الله فإجتمعوا فيها أنها بدعة محدثة وأنها مشابهة للكافرين وكل واحد من الوصفين موجب للنهي هذا الذي ذكرنا يعني محرم من وجهين مشابهة وبدعة إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف والبدعة منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار يعني المشابهة للكفار كتابيين أو غيرهم محرمة أو مكروهة على ما سبق تفصيله ولو كان تقدم بعض السلف لها قال ولو كان فعلها بعض السلف فإننا لا نفعله لأن هذا خطأ والخطأ ولو فعله أحد من السلف ما دام منه مخالف للكتاب والسنة فهو مجتهد يثاب على اجتهاده لكن لا يتابع في ذلك قال والبدعة منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار فإذا اجتمع الوصفاني صار علتين مستقلتين في القبح والنهي كما سبق أن البدعة إذا كانت من بدعة أهل الكتاب فإنها محرمة من وجهين وجه المشابهة لأهل الكتاب ووجه البدعة فالبدعة محرمة مطلقا لأهل الكتاب وللمسلمين وأما ما كان عليها الكتاب فيحرم على المسلمين مشابهتهم فيه فيجتمع فيها التحريمان تحريم البدعة وتحريم المشابهة